حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من مطلع يونيو المقبل وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض وأضافت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي أنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين قبل ذلك التاريخ على نحو يسمح للحكومة مواصلة سداد مدفوعاتها وتمويل أنشطة الدولة